سألتوني عن الفيتامينات ورافع المناعة اللي بستعملها لقططين في حال الحماية من الفطريات او في حال في دروب او في حال تقوية كمان القطة الحاملة ببداية حملها زي ما عم تاكل لان القطة تبقى تشهيجتها كمان ببداية الحمل وكمان ممكن تستفرغ عادي زي هزي البشر انا اللي بستعملهم هن بشريين دويان بشريين هادا الدواء اللي بتوفر عندي ببلدي انا بالامارات فيتا جلوبين ملتي فيتامين للاطفال والدواء رافع المناعة هادا اللي هو ايشنايدي يمكن اسموله ايشنايدي والله ما بعرف بسبرينج تبعه اه بعطي من رافع المناعة هادا للكبار والمالتي فيتامين نصف ميلي باليوم لمدة عشر ايام اوكي اما للكتن من 400 جرام وفوق الكتن بطاعته 0.2 يعني اللي هي ابراميلي بنتاخده 0.2 لعند رقم 2 وبطاعته منه مرة باليوم وبطاعته من هذا كمان 0.2 مرة باليوم للكتن الصغار تمام مدة عشر ايام ما تزودوا الجرعة خاصة الفيتامين المالتي فيتامين المعمل الامساك لو قدرتوا تجيبوا من السيدلية البيطرية دويان خاصين للقطة بيكون افضل اوكي اللي مو قادر او سيدلية بعيدة عنه او الدكتور اللي بعيد عنه بقدر يجيب هدول اتنين ويستعملهم انا استعملتهم وما في منهم اي ضرر الا مجرد انه هذا ما تكتر منه لانه بيعمل امساك بتمنى اكون افضتكم ولي عنده اي سؤال اللي بعتلي بالتعليقات وفاركم طيب اجواب عليه ويلي بيسأل سؤال بالتعليقات ومو مشترك بحسابي سامحوني ما رح ادور على الفيديو عشانه اذا هم موجود بحسابي انا بدور للفيديوهات بس للمتابعين اللي عندي ما تزعلوا مني لكن متابعين انهم حق علي